اهلا وسهلا فيكم عزيزي المتابعين ومتصبين معانا في قناتكم امتي تشانل اختصار المانجر تيبس نصائح دارية بالعربي اليوم باذن الله حنتكلم عن الفصل الثالث اللي هو فترات الراحة والراحة الاسبوعية طبعا الفصل الثالث مقسم الى قسمين فترات الراحة والراحة الاسبوعية حنتكلم حاليا عن فترات الراحة واللي بتبدأ معانا من المادة 101 المادة 101 بتقول تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم بحيث لا يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموعة ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل اكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد طبعا بعض المنشآت او بعض الموظفين فهمين الموضوع هذا غلط يا جماعة الخير فبالتالي ركزوا معايا عشان تفهموا تطبيقه صح او بالشكل الصحيح الان انت دوامك ثمانية ساعات خلونا نتكلم عن الناس الاغلبية اللي هم مثلا دوامهم بيبدأ من الفترة الصباحية وبينتهي في الفترة المسائية غالبا بتكون بعد صلاة العصر تمام على اربعة على خمسة يعني بتكون دخل موعد صلاة العصر وهو متواجد في مكان عمله فبالتالي ايش اللي بيحصل بعض المنشآت بتعطي ساعة كاملة بعد صلاة الظهر تمام يعني او مع اذان الظهر بتعطي الموظف ساعة كاملة تقول له روح هذه فترة الراحة حقتك تمام يوجو في فترة صلاة العصر يسوي للموظف اشكالية لانه ساب عمله وراح صلى العصر تمام فبالتالي يا صاحب العمل انت تقدر انك انت تقسم فترات الراحة على جزئين نص ساعة بنص ساعة بحيث انه لما يجي وقت صلاة او يدخل عليكم صلاة الظهر فبإمكانك انك انت تترك العامل لمدة نص ساعة يروح يصلي الظهر يضغده يسوي اللي يبغى معا 30 دقيقة يسوي اللي يبغى ويرجع بعد كده اللي عمله بعد نص ساعة لما تدخل صلاة العصر كمان تعطي نص ساعة اخرى يرجع يروح يصلي العصر يسوي اللي يبغى يشرب يأكل يسوي ينام اللي يبغى ويرجع لك بعد نص ساعة فبالتالي أنت كذا بتكون عطيته ساعة كاملة تمام وفي نفس الوقت ما خليته يشتغل أكثر من خمس ساعات متتاين وكذلك اللي مثلا شغلهم بيكون بالفترة المسائية بيدخل عليهم مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء أين يكون دوامكم اللي بيدخل عليه صلاة الفجر في النهاية بإمكانكم أنكم تقسموها ولكن لو أنت قعدت تقسم بفترات الراحة كثيرة خلي بالك أنه العامل يعني صاحب العمل ما ينفع يقعد في مكان العمل أكثر من 12 ساعة تمام؟ مع مجموع الساعات الراحة ففي الغالب بتلاقوا أغلب المنشآت الدوام حقها عبارة عن 9 ساعات يعني أنت أصلا بتكون موجود في مكان العمل 9 ساعات 8 ساعات هي ساعات العمل والساعة الزايدة هذه هي بتكون عبارة عن فترة راحة إما بتكون عبارة عن ساعة كاملة أو بتكون مقسمة إلى أجزاء نص ساعة بنص ساعة أين يكون طيب بعد كده عندنا المادة 102 لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية للناس اللي يجي يقول والله أنا في فترة راحة تمام؟ ويقعد يعاند مع صاحب العمل صاحب العمل أعطاك الدوام 8 ساعات حلو؟ فأنت من حقك ساعة راحة أوكي؟ فهنا لو أنت هتأخذ ساعة الراحة فلازم خلي بالك أن دوامك لازم يصبح 9 ساعات يعني مو تدوم لي 7 ساعات وتقول لي والله يا أها مع ساعة الراحة صاروا 8 لا تبقى ساعة راحة وهذا النظامي يفترض أن دوام المنشآت ككل يكون 9 ساعات عبارة عن 8 ساعات عمل وتسعة لفترة الراحة لأنه ما ينفع أنت كصاحب عمل والله يتحط لي دوام بس 8 ساعات وخلاص بعض المنشآت اللي هما بيمنعوا بعض المنظمين يقولوا لا لا تروح طب يا حبيبي بروح أجيب لي حاجة لا لا تروح ممنوع تطلع ويجازوه وممكن يستقعدوه إذا طلع بره المنشآت يا أهمي مالكم وماله إن شاء الله يروح البيت وحط راسونا أنتو لكم مع نهاية فترة الراحة يكون موجود على عمله على مكتبه على راس عمله فما لكم دخل فيه فين يروح فين يجي فين يأكل فين يشرب فين يطلع ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العمل بالبقاء خلالها في مكان العمل يعني ما يحق لك إنك تمنعني أو تلتزمني بإني أفضل في مكان العمل أنا حر أبأخرج أخرج أبأجلس أجلس ما لك أي حقية بإنك تمنعني من الخروج هذا للمنشآت اللي بتفرض عدم خروج الموظفين خلال فترات الراحة هذا الشيء مو من حقكم خلوا بالكم طيب بعد كده عندنا المادة 103 للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل والتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بيعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشآة أثناء العمل ولكن حطوا بين قوسين إن المادة قالت للوزير أوكي صاحب العمل ما قالت لصاحب العمل قالت للوزير فلا تحدد وتقضي من عندك للوزير واضحة بكذا أعزائي المتابعين نكون وصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أني أكون وفقت في الشرح وتوضيح المعلومة لكم وكالعادة إذا عجبتكم الحلقة إلي تدعمونا باللايك تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على أوصال نطاق علشان غيركم يستفيد وتشاركونا في الأجر والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر